ربما البعض يكون عارف مين هو حسام الشرباجي وربما كتير ما يبقوش عارفين مين حسام الشرباجي لكن هو واحد من النمازج اللي بتستهدف الدولة المصرية كفاية انكم تعرفوا انه واحد من اللي اسسه قناة زي قناة مكملين وليه فيها يعني عدد من البرامج وهو في الاساس من شمال سينة من مدينة العريش لكن هو واحد من العناصر اللي انتمت للجماعة الارهابية واللي هرب مبكرا وعاش في تركيا وطبعا يعني اكيد هو واحد من اللي تعاونوا واللي تم تدربهم في شبكة الجزيرة الاخبارية وفي وكالة الانادول التركية وكمان في شبكة رصد الاخوانية وكان دوره هو تصوير كل الاحداث الارهابية اللي كانت بتحصل في العريش وقت حدثها نظير مبالغ مالية كبيرة من قناة الجزيرة يعني من قطر وربما افكر حضراتكو ان هذا الحسام هو اللي قام بتصوير الكتيبة 101 في العريش واستغل طبعا يعني عدد من الاطفال القصر واشرف على جزء من عمليات التهريب اللي كانت بتروح لقطاع غزة من 2006 حتى 2013 صدر ضده في 2018 حكم بالسجن 15 سنة بتهمة تنظيم حملات اعلامية ضد مؤسسة الرئاسة والنظام القائم في البلاد اعتقد يعني الشخصية واضحة قدام حضراتكو ومع ذلك هو بيقول على تويتر انه اصابوا فيروس كورونا وفي تويتاية واضحة قدام حضراتكو ان يعني ربنا يعافي الجميع طبعا لان احنا لا نضمر الشر ودي منظومة قيم الاخلاق ومكارم الاخلاق اللي بتتمسك بيها الدولة المصرية واللي بيعلمها لنا رأس الدولة المصرية علشان كده حسام الشرباجي جاله فيروس كورونا وبيقول بلسانه ان جاله الفيروس لكن هنا حيبقى السؤال يطرى حسام اللي عليه حكمه وهو هربان يطرى حسام اللي كان شريك في دم ولدنا في الكتيبة 101 ممكن يراجع نفسه علشان حتى ربنا يساعده يخرج من هذا من هذه الكارثة اللي هو فيها يطرى ممكن يراجع هو قد ايه ساهم وهو موجود في شمال سينة في يعني استشهاد عدد من جنودنا سواء من القوات المسلحة او من ضباط الشرطة يطرى ممكن يراجع انه كان بيتجاوز على مكارم الاخلاق جوهر الدين الحنيف وهو بيتطاول على الدولة المصرية من موقعه في هذه القنوات التي دائما في حالة مجابها مع الدولة المصرية يطرى ممكن يراجع ده كله علشان يستفيق فربنا ياخد بايده وينجيه طبعا نحن لا نشمت ابدا في المرض لان المرض هو اختبار حقيقي من الله لعباده كلهم اللي هيستفيق واللي لن يتلقى وكل من موقعه وكل وقلبه مع ربه نحن لسنا في قلوب احد علشان كده حسام الشرباجي اللي لن يستطيع ابدا انه يذكر حقيقة ما تعيشه تركيا واللي بيعتقد انه هو يعني بيقدي دور من هناك في استهداف دولتنا ويبقى غير قادر على التعامل معه اي حقيقة علمية هل يملك الجرأة انه يقول ازاي تركيا تاخد قرار بالحجر وتفرض اجراءاتها الاحترازية دون ان تعطي لمواطنيها الحق في الذهاب لاخذ السلع الضرورية طب هل يقدر يقارن ما بين ازاي مصر بترتب وتعلن اجراءاتها الاحترازية وتعطي لشعبها مساحة من الوقت للحركة وتطالبه بانه يكون بيعتمد كل التباعد الاجتماعي المطلوب للحفاظ عليه لانه هو جوهر عملية التنمية في مصر هل يملك ان يعقد هذه المقارنة بين ما شهدته شوارع اسطنبول من تدافع ومن تطاول بالاسلحة وبين النموذج المصري الذي يعلي من قيمة الانسان وحقه في الحياة هل يستطيع ان يعقد هذه المقارنة وهو الان بين ادين ربه مصاب بهذا الفيروس طيب يعني رأس الدولة المصرية وهو بيشاور وبيقول ان احنا في حالة مجابهة واستهداف ولن تنتهي لان احنا نموذج يختلف عن هؤلاء الراجل هنا بيشير بصدق وبلغة مهزبة ولا لا المسألة تستحق ترجمة نانسي قنقر